النهاردة مع حضراتكو في فقرتنا الأسبوعي عن تربية أبناء أنا هنجاوب على أسئلة كتير وكنا بنكلم مع حضراتكو في بداية الحلقة عن التنمر كل أب وأم مسؤول عن ابنه مسؤول عن ابنه سواء ابنه بيتعرض للتنمر إذا تكلم معاه أو ابنه هو نفسه متنمر إذا تكلم معاه أو حتى إزاي لو الأب والأم نفسهم متنمرين ووسلوكم بكل تأكيد بينعكس على أبناءهم إزاي نقاوم سلوك أبنائنا لو اكتشفنا أنهم متنمرين شكل التدخل مفروض يكون عامل إزاي عشان نمنعه طبعا من هذا التصرف ابني لو حتى تنمر عليه في المدرسة أو في النادي إزاي أخليه تصرف أو أنه أتصرف معاه إزاي كل الأسئلة دي هتجاوبنا عليها الدكتورة رانا هان ياسين أخصائي الصحة النفسية والتربية الإيجابية صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور يا أهلا بحضراتك أهلا بيك تحب نبتدي بإيه؟ لو ابني متنمر ولا لو ابني تعرض للتنمر ولا لو أنا نفسي متنمر نبتدي لو أنا متنمر علشان تحتها كل الحاجات تمام أول حاجة طبعا ليه الطفل بيقى متنمر؟ عشان أول سبب أول حاجة بتأثر في الطفل هو أهله لما إحنا شخصيا بنبقى في البيت متنمرين المشكلة إن إحنا بقى بنبقى متنمرين وإحنا مش حاسين هو موضوعا مش بيبقى مقصود بالتريق بقى على لبس الولاد على شعر الولاد بصيغة إيه تحت إيه أفسه أنا بهذر إن شعرك منكوش كده ليه؟ بص بص يعني حتى لما يعمل تصرف ولا حاجة أروح إيه أفضحه في العيلة كلها في سبيل الهزار ده كان بيعمل كذا ونعود نتحق كلنا وحكي لأختي وحكي لأختي وحكي لأختي ومعرفش طب ممكن يكون موقف كوميدي برضو دكتور أنا أفرق إزاي؟ أولا أنا ما ينفعش أبدا إن أنا أحكي حاجة عن طفلي من غير ما هو يبقى موافق أنا عارفة جدا إن دي صعبة طب ما هو هيوافق لأنه ما هوش فاهم إن ده تنمفق بالعكس ممكن تبقى الحاجة هو مش هيبقى فاهم إن ده تنمفق بس من جواه هو محرج هو لو موقف بيحرجوا أو بالنسبة له حاجة تكسف أو مش عايز حد يعرفه فأنا لازم أحترمتها ممكن أحكي لو موقف حركة عملها هي بتضحك حاجة نزيزة لكن مثلا طفل مثلا هقولكو على مثال لسه قريب جدا جايلي ولد عارفين بقى جو الكراش في الفاصل والحاجات الولاد الصغيرين بدأ ينتشر موضوع ده فمنسبة لنا ده حاجة غريبة جدا فلما إيه بني يجي يحكي لي على الحاجة زي كده من فاش روح أقعد أحكيها للعيلة قدامه ما كده بيكسف أكيد بقتحل خصوصيات ونقعد بقى إيه كلنا نتريق عليه ومعرفش إحنا كده بنتنمر عليه طب لو مش بنتريق على الولاد مش بنهزر على شكل أو لبس أو تصرف ممكن نكون إحنا بنتنمر على غيرنا نقعد مع حد وأول ما يمشي أقعد بقى أتكلم أنا وجهة شفت لبساعة أمنا إزاي إزاي لبساعة بتتكلم كده ليه ونفضل بقى إيه نتريق على الناس فأنا بدخل رسالة غير مباشرة لعقل الطفل لو الله هو جسم الناس وتصرفاتهم وشكلهم من حقي جدا أن أنا أقعد أقول رأيي وقعد أقلل منه والكلم هو بيعمل إيه هو بيقلدني عايز جدا فأول حاجة لازم أنا أوقف السلوك ده وأبقى عارفة أن كل كلمة هي الطفل عبارة عن كاميرا هو بيصورني لو مش عايزة طفلي يقلدني يبقى معملهاش عشان كده يمين نقول إحنا بنتربى مع الولاد وده حقيقي فعل من عدل من سلوكيات تاني سبب بقى ليه ابني ممكن يبقى متنمر وأبقى مش عارفة السبب العنف اللي في البيت وده يعني المدرسين بيشتكوا منه جدا لو إحنا في البيت بنهزأ بنضرب بنقلل من الطفل بنقارن بنمنعه يقول رأيه ويقول حاجة نقول له بس 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 أنت أنا أقليك رأيي أنت كمان هتقول رأيك وافضل أكبت في العيال كده طفله بيحصل إيه؟ بيقدرش ياخد حقه هو مش عارف يعبر وقد إيه أنجري أو غضبان من جوه هعمل إيه؟ هطلعه على الأضعف مني هشوف أخوي الصغير هشوف حد في النيازي جسمه أصغر مني شوية فابدا أطلع فيه العنف والكابتل عنزي أبدأ أنتقم في الحوالي بس دعم فيه مش تنمر يعني؟ لا هو التنمر أنواعه إيه؟ تنمر جسدي، لفظي، نفسي، إلكتروني وليه كذا نوع التنمر اللفظي اللي هو بالكلام إحنا بنشتم بعض من التاريق على بعض كذا الجسدي إن أنا ببدأ أمد إيدي النفسي إن إحنا جروب من الأولاد يبقى نابز واحد من الأولاد بيتكلم عليه بيبصره من بعيد لبعيد النظرات والأحوارات اللي بتحصل دي وإلكتروني طبعا تهديد بصور وطريقة على صور ناخد صورة حد نعمل عليها حفلة ونتكلم عليها وهكذا فالتنمر ليه أنواع؟ طيب فيه معنومة مهمة لازم نقولها علشان مش كل مدايقات ما بين الأطفال هي تنمر يعني مش كل ما فينيجي دي نقطة مهمة برضو لأن احنا أحيانا في ناس برضو بتكبر المواضيع قوي أيوه أيوه فده نقطة مهمة إيه بقى المعطورة باشتنمر؟ أول حاجة إن يبقى تصرفات متعمدة متكررة يعني مش مجرد خنائة أو طفل التاريق على طفل فرح أقول إيه أنتوا بتتنمروا على إبني في المدرسة لا هو الطفل ده قاصد إبني وكل ما يشوف وشه يدايقه يتريق على لبسه يزقه يضرابه فهو ده فعل مقصود متكرر تاني حاجة إن هو يبقى من جروب على حد ضعيف يعني شوية ملمومين كده على واحد بس وقصدينه طول الوقت تلاتة لو ما فيش تناسب في العمر وفي الجسم يعني الحد كبير مستقوي نفسه مستقوي جسمه طويل مش عارف إيه إيه مستضع في اللي قدامه فدايما بيدايقه لو أنا مركزت في الحاجات دي والشكوى متكررة يبقى هو ده يعتبر تنمر لكن الخنائات العادية دي مش لازم نلزقها في الترمر عشان موضوع ما يفتحش منه طيب أنا دلوقتي أم ابني رجالي وكان بيحكي لي وأن هو متنمر تنمر هو واسحابه على طفل معه في المدرسة دي حالة أحب أعرفنا حضرتين تصرف فيها إزاي حالة التانية لأيكون في نفس الأم الناحية التانية بس ابنها بيشتكي لها إن هم وتنمروا عليه أتصرف إزاي طيب أول حاجة أنا هقول للأمهتين الأمتين مش عارفة أجمعها أول حاجة نتحكم في ردود أفعالنا رد الفعل الأولاني هو اللي بيحدد هل طفلي هيكمل طول ما هو بيكبر يحكيلي ويشتكيلي وياخد رأيي ولا لأ يعني الأم الأولى لو أنا معطاردة على التنمر ما ينفعش أقول له إيه إزاي تعمل كده؟ ده انتقليل الأدب تصدق بقى أنا هروح المدرسة هقول لهم خليك تعتذر قدام كلاس كله مش عارفة إيه عشان أنا أبقى ربي يعني طبعا في أمهات حبايبي يعني بقوا رفضين فعلا خالص بس رد فعلانا هيخلي الطفل يخيف وما يحكي ليش الناحية التانية الأم اللي ابنها جايشت كلا يا نهر أبيض إيه سيدة يحصل فيك؟ وإنت إزاي سكت؟ يعني يا إما تزعله تقول له عارف لو مخدتش حقك أنا هعمل فيك إيه أو أتعاطف بالزيادة قوي وأقول له أنا هروح أقلب المدرسة أنا ماسمحش إن ده يحصل كل الأفوارة دي بتخلي الطفل يحس إن فيه حاجة غلط يما غلط فيه يما غلط في بابا وماما فأنا مش هحكي لهم فأنا لازم آخد نفس عميق مهما كانت القصة مخيفة بالنسبة لها لو إبني متنمر أو بيتم التنمر عليه وإيه أبقى هاذي جدا يقوله يحكي لي كمان طب وحسيت بإيه طيب لو أنا إبني اللي بيتنمر طب أنت متخيل صاحبك لما قلت له كده لما تحكت عليه وكلاس كله دحك على الجملة اللي أنت قلت هو حس بإيه يا مومي أنا كنت بهزر لا أنا بسأ لك عن مشاعره. قل لي اسم شعور. هو حاس بإيه؟ وحاس أنه محرج. حاس أنه غضبان. حاس أنه حاجة لذيذة. هيقول لي اه دي حاجة لذيذة. هو دحك على فكرة. حاجة لذيذة. قل لي هو دحك؟ طب هو لو دحك مش ممكن يكون مكسوف. طب إيه رأيك تسأله؟ طب حط نفسك مكانه. لو أنا كنت قاعدة وعيد تمثيل المشهد تاني وأسأله. الفكرة هنا مش إن أنا قدي لابني محاضرة. وأقول له إحنا ما بنعملش ومنسويش وكذا. لا لازم أعلم طفلي قيمة التعاطف. أحس بمشاعر غيري. أحط نفسي في مكان اللي قديني قبل ما أتصرف عشان لمشيش أقضي الناس. ينفع حكي له قصص من وحي خيالي مثلا على الموضوع. طبعا. أقلف له قصص مثلا. السن الصغير رائع معي. عندنا لحد 8 سنين كده. بنحكي قصص بالذات قبل النوم. وقت قبل النوم ده أكتر وقت المخ بيخزن فيه معلومات. وإحنا هزين كده. أحكي قصة وسيب نهايتها مفتوحة. دايما بنصح الأمهات بـ open-ended stories. نهاية مفتوحة. لا ما أنا أسأله بقى. ليه؟ هو الفكرة أن عقل الطفل بيخزن معلومات أكتر لما هو بيعمل بروساسنج للمشهد ويطلع الحلول. من غير ما أنا أقعد أدي الحلول على طبع وفضل هينسيها. فأقول له أنت ممكن تعمل إيه في الموقف ده؟ طيب الموقف ده صح أو غلط؟ طيب لو غلط ممكن نتصرف إزاي؟ هتلاقوا الأطفال لما نعمل معهم كده هتلاقوا على طول إيه؟ جات لهم قصة قديمة حصلت شافوها قبل كده. أيوا على فكرة هو حصل في الكلاس كده عندي حصل في النيدي. هيبدأ يفتكر حتى لو ما بيحكي ليش دي هتفيني أنه هو يحكي لي. وهوصله المعلومة بطريقة إيه؟ لطيفة. فده بالنسبة الطفل المتنمر بعد كده أحط الرولز. نتكلم بقى أحط الرولز في التعامل ما بين الناس. وطبعا لازم في الآخر بقى أخليه يصلح غلطه. طيب أنت هتعمل إيه؟ علشان صاحبك اللي أنت أزيته بطريقة ما ده إيه اللي يحصل. ولازم المتابعة طول الوقت إيه معلولات. طيب لو طفلي بقى بيحصل تنمر عليه. مهم إن أنا زي ما تخضتش واتكلمت وسمعته والكلام ده. أبدأ أشوف الخلل فين؟ ليه طفلي بيتم التنمر عليه؟ هل هو مش واثق في نفسه؟ هل هو خوف؟ طب لو هو كده؟ هل أنا بعمل في البيت حاجة بزحق كتير؟ بضرب؟ بهدد؟ بخليه الطفل دايما مش عارف ياخد رض دفاع؟ لو أنا بعمل كده يبقى هبطة لأعمل كده وأبدأ أشتغل عن نفسي. طب لو أنا ما بعملش كده أشوف الديفكت فين؟ هل هو مثلا حجمه صغير أو عنده السرعة بديها؟ فأبدأ ألعبه لابة دفاع عن النفس مش علشان يبدأ يضرب هو كمان وكده. يدافع نفسي. يبقى عنده الثقة الكافية. إن هو يقدر. أيوة. الطفل اللي بيتم التنمر عليه مشكلته إنه هو ما عندهش الثقة كافية إنه أنا هقدر أوقف التنمر ده. لازم يبقى أعرفه إنه هو أمثل معاه في البيت أمثل المشهد تاني معاه في البيت ونعكس الأدوار. وأعلمه إزاي بقى فارد ظهره بصص اللي قدامه في عينه وبيرد وبيوقف التنمر ده. حتى لو التنمر لفظي بس مش جسدي. أنا مش موافق على اللي أنت بتعمله ده. لو عملت كذا تاني أنا هروح أشتكي بالطريقة الفلانية. يعني لازم أقدم له حلول على حسب الموقف وأبقى معرفه إن أنا في ظهره. طيب فيه أمهات كتير بتجري تحل المشكلة. ابني مجرد ما قال لي مشكلة أنا جريت على المدرسة قلبت الدنيا. وعملت مشكلة ولعيال عرفت كلها وبقى معروف إن الطفل ده مامته بتيجي وتحلله. مهم إن أنا قبل ما أدخل أسأل الطفل. حتى لو الطفل ده في كيجي. أنا ابني اللي عنده أربع سنين لما بيجي يشتكيلي بستأذنه إن أنا هل تحب إن أنا أقول للميس مثلا إن أنا تدخل. ولا أنت تقول لها. ولا أنت تقول لها. طيب لو أنت هتقول لها هتقول لها إزاي هنتكلم إزاي. طيب قولي كده ممكن تقولي إزاي هتأكد إن هو قدر يعبر عن نفسه بطريقة صح. وافق إن أنا أدخل يبقى الدخل. ما وافقش إن أنا أدخل لازم أمرنه كفاية. ونحكي قصص نتفرج على الأفلام. مش ممكن يكون مش موافقة عشان خايف؟ طبعا ممكن يكون خايف من إن هو الولاد بقى تستلموا بعد كده. فعلشان كده أنا لازم أعرف. ده تنمر تاني ده. اللي محتاج تعديل لسلوكه ده ومحتاج الشغل عليه ساعتها أنا هتدخل وهتابع مع المدرسة وهبقى معرفة طفلي إن أنا في ظهره وإن المشكلة مش فيه. دايما الطفل لما بيتعرض لأي نوع من أنواع المدايقة لازم يبقى عارف أن المشكلة مش فيه يعني ما يصدقش أشتغل على إنه ما يصدقش كلامه. طيب أنا أبني بيتعرض للتنمر لكنه ما بيحكيش. هل فيه شواهد أو حاجة أعرف من خلالها إنه عنده مشكلة ما في المدرسة أو بيتعرض للتنمر؟ أيوة. لو هو بيتعرض للتنمر بصفة مستمرة هنلاحظ بقى فجأة إنه بطل يحب يروح المدرسة. بدأ ينعزل عن النشاطات الاجتماعية لو فيه خروجة مثلا مع صحابه أو كده. بدأ بقى ينسحب أنا مش عايز أخرج أنا مش عايز مع إن حاجة مثلا بيحبها جدا واستحالة يفوتها بقى يفضل يقعد فوقته كثير. بدأت ألاحظ عليه ده في المراحل المتطورة علامات حزن طول الوقت عياد طول الوقت عدوانية في البيت بيطلحها في البيت عصبية زيادة بدأ يضرب إخواته. بنتطور بقى إنه ممكن يرجع يعمل طايلة على نفسه ممكن الرسومات بتاعته يبان عليها بعض العنف كل دي شواهد إن طفلي فيه حاجة مش مزبوطة في حاجة أنا مش عارفها. مهم إن أنا أبقى متابعة طول الوقت وأستخدم المواقف الحياتية ومش لازم الطفل يحكي بأنه عملت إيه في المدرسة النهاردة فيقعد يكون ريلي اليوم بتاع المدرسة. لا يعني شايفة تنين بيتخنقوا أخد ودي معاك في الكلام كده. نتفرج على فيلم فيه مثلا فيلم اسمه واندر عارفا خطير طفل كان مختلف عن الأطفال وفضل سنين ما بيروحش المدرسة لما راح المدرسة تعرض لتنمر شديد جدا. ده من الأفلام الرائعة أن الأطفال تتفرج عليها للتنم وإحنا قاعدين من التفرج مش لازم نبقى في درس إحنا مش في المدرس وأنا طول ما أنا قاعدة بتفرج إيه رأيك ده أكيد أنت إيه رأيك حاسس بإيه وإنت عمرك شفت كده قبل كده طب إنت عمرك اتعرض طب طفلي إيه بقى يعني حسن وعايز يقول حاجة ومش قادر. أروح أنا حكي على نفسي تعرف مرة أنا في المدرسة في حد التريق على شعري عارف أنا حسيت بإيه ساعتها أنت متخيل طب يا مامي عملت إيه الطفل على طول إيه يحب يحسن الأب والأم عايشين معاية تجارب الحياتي زي زيكم. إحنا مش في بورجة عالي وأنا اللي بتقدر لوحدي فهتلاقوه ساعتها طب وعملت إيه وتصرفتي زي أبدا بقى إيه أدخل الفاليوز أو الحاجات اللي أنا عايزة أعلم هيلو وساعتها هيتشجع أنه يحكي. طيب سريعا جدا يا دكتور عشان فيه ديس ممكن تقولي أما ما تكبروش الموضوع إلا هيحسن المرحلة وعيال بتهزر معه هتخلص. تطور شخصية المتنمر وتطور شخصية الشخص اللي بيتم التتنمر علي. المتنمر مع الوقت لو ما وقفناش التنمر وما عالجناش كده وللأسف في أهلي بتبقى فرحانا متخيلا ده هيبني شخصية قوية بيحب يسيطر على اللي حوالي حاجة ده هيبقى جبروت بعد كده. المشكلة أن الطفل المتنمر ده هيطلع في الدنيا متخيل أنه كل حاجة ملكه يقدر يديه أي حد فهو هياخد على دماغه بعد كده. الطفل طبعا بيتم التنمر عليها هتضرب ثقته في نفسه جدا وهينعزل. ولازم لازم يعني دي حالة مش بنكبرها ولا حاجة لازم نقف عندها علشان الاتنين هيتأثروا بالسلب جدا نفسيا واجتماعيا بعد كده. الموضوع برضو في الأول في الآخر في إيد الأب والأم لأن هم أول ناس بيشوفوا الطفل وأول حاجة الطفل بيشوفها هو الأب والأم بياخد من سلوكهم بياخد من تصرفاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. فطبعا الدكتورة زي ما بتقولك دلوقتي بتنصحكم أن كل أب وأم يتكلموا مع أولاده. أولا ما يكونونش هم نفسهم متنمرين دي أول حاجة مهمة جدا وناخد بالنا من كلامنا وتصرفاتنا قدامهم. وفي نفس الوقت نبتدي نديهم معلومات بشكل مش مباشر عن الشخص المتنمر ده. وزي أنه هو تصرفه ده تصرف مش صحيح. والشخص اللي كمان اللي بيتم التنمر عليه إزاي بتأثر فيه وفي نفسيته وفي شخصته. ده طبعا حاجة أنت كمان كابن ما تحبش أن تتعرض لها طبعا من شكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونعطينا دكتورة رونة هيني ياسين أخصائي الصحة النفسية والتربية الإيجابية. ألف شكر لك. مرسي شكرا لك.